بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في برنامج الحوار المفتوح أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب بعد دقائق إن شاء الله سنبدأ الحوار مرحبا بكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في برنامج الحوار المفتوح أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب في حقيقة لدي مجموعة أسئلة من يوم أمس أو الأمس أيضا ولم أستطع الإجابة عليها أثناء الحديث يوم أمس كما تعرفون أن الشيخ محمد الحميداوي طلب الحوار المباشر معنا وأنا وضعت بعض المبادئ الأولية للحوار لكي يكون الحوار منتجا ومفيدا ويوصلنا إلى شيء وغرضنا من الحوار إن شاء الله أنا والشيخ محمد الحميداوي ليس عرض أضلات ولا مناظرة تلفزيونية لكي نكسب الجماهير إنما هدف أي حوار إيجابي ومنتج هو التوصل إلى الحق بالاستماع للطرف الآخر بكل احترام والتفكير فيما يقول ليس فقط أنه أنا أريد أستنفر حتى أرد عليها وأكسر وأبرز عدلاتي وأيضا أنا أتثبت من كلامي جيدا وأنا قدمت بعض الشروط الأولية وهي شروط متعجزية يعني شروط طبيعية للحوار وقلت إن أي واحد يعني يحب يتحاور فممكن أول شيء يعني إحنا أريد نبحث موضوع الإمامة يعني بصورة رئيسية وموضوع الإمامة البعض يعتقد هذا جزء من الدين وعقيدة دينية هذه ويتساعل الشيخ حسين رزوقي المياحي أنه أنت تعال أفصل بين القضايا العقائدية والقضايا السياسية والتاريخية أنا في نظري كل أمور شيء واحد مثل ما موضوع الإمامة والخلافة كان شيء واحد وبحثت معاني اليوم في حواري الطويل يعني ليس المباشر هو كان يكتب مقالات وأنا أرد عليها ونشرت اليوم في حلقتين يعني أقدت الشيعة من الشورع لماذا ومتى تزول حوار مع الشيخ حسين رزوقي المياحي قلت له أن الإمامة والخلافة هو موضوع الخلافة بين الشيعة وصلنا شيء واحد مو شيئين الإمامة والخلافة شيء واحد يعني هو الحكم السلطة لمن بعد وفاة رسول الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله الدين في حياته ولكن الإسلام القرآن الكريم النبي الأكرم الإسلام لم يتحدث عن نظام الشورع لم يتحدث عن نظام الحكم إنما ترك هذا للناس لأنه مسألة دنيوية مسألة عرفية عقلية اجتماعية وليست مسألة دينية لذلك تركها للناس ولذلك لم يضع دستورا للمسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم وبالتالي فإن يعني العقيدة الإمامية جي صارت عقيدة هي ما كانت عقيدة كان نظرية سياسية في يوم الأيام اجوا ناس فكروا في التفكير اختلقوا في النظرية ثم صبغوها بالدين بالأحاديث بتأويلات القرآن بكذا فصارت عقيدة عند الناس الآن وهي تشكل العمود الفقري للمذهب الشيعي مثلا الآن برغم أنه هذا يعني هذه العقيدة يعني هي قديمة تاريخية ما موجودة حاليا فأنا طلبت أمس وأول أمس نشرت أيضا في بداية الحديث بأن أي واحد يحب يتحاور معنا يعني تشوفون أنتو في الحوارات مع الأخوة والأصدقاء يعني فيه ناس مستويات مختلفة فيه ناس عادهم أسئلة يسألون وفيه ناس يحبون يجابلون وهم ما عادهم أدنى معرفة في الموضوع أو ما عادهم إحاطة كاملة وبالتالي يقلدون في الكلام أنه أحادي صحيحة يجيب لي أحاديث يصفط ليها هنا ويقولها أحادي صحيحة هو ما يعرف شو المعنى الصحيح شو المعنى الضعيف وشلون يضعف وشلون صحة يقلد أنه لم يسابقين قالوا هاي الأحادي صحيحة فإذن هي صحيحة صاد عنده أو ما يقدر يفكر بشمول يعني الفكرة بصورة كاملة أن ينظر فيها ويعني حتى يستخرج منها شيء معين لذلك أنا قوله أول شي نعلن أي واحد يتحاور بمستوى يعني ألمي ليس بمستوى الشعبي المستوى الشعبي الآن نحن نتحاول نجاوب على كل الأسئلة أي واحد في يدينا سؤال نحاول نجاوب نجاوب عليه قدر الإمكان ولكن واحد يقول لك أنا أتحاول وياك فأول شي التزم بالقرآن الكريم كمصدر وحيد للعقيدة الإسلامية ماكو شيء خارج القرآن نسموه عقيدة إذا نظرية الإمامة ما كانت في القرآن فمن سميها عقيدة نسميها هذه نظرية سياسية اجتهاد شيء يعني ما نختلف عليه كثير مثل أي نظرية سياسية الآن تجي بالنظام برلماني ولا نظام رئاسي هذه مو عقيدة شيء قرفي شيء عقلي سياسي مثلا الشيء الثاني أن يعلن التزامه بمبدأ الاجتهاد أن هو مستعد أن يجتهد يفكر ويجتهد ويحقق ويبحث ويتكلم مو ينقل لي منا ومنا ويجيب لي كلمات بسرعة بسرعة أنه والله في الأعرض ويخبصها بعد ما نقدر نطلع شيء وما راح يستطيع الحوار يعني ألمي أو أو مثمر أو مفيد لأنه يصير جدل بعدين يلتزم في طبعا الاجتهاد في الرجال وفي الحديث الأحاديث اللي يجيبهم أنه هذا مثلا إذا انتقدنا واحد قلنا هذا مثلا 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 وهذا ضعيف أو هذا دجال أو هذا كذاب هذا مو تنسب بواحد أو تنجتم طائفة ولو هو أصبح مقدس عند الناس هذا طبيعي بكل المذاهب والفرق دعم كان يجادلون ويناقشون إحنا نجي مثلا الشيء يجيون على أبو هريري ويجيون هذا إنسان كذاب أنت السنة مقدس أبو هريري وهذا يقرأ بخمس تلاف حديث طيب إذا قالوا هذا مثلا موثقة أو هذا كذاب هذا مو سبل السنة أو سبل أبو هريري أنه هذا موثقة بالرواية فما يمكن نحن نأخذ رواياته إذا قلنا مثلا الشيعة قالوا عن الواقفية هذولا أخذوا فلوس وباعوا دينهم يعني هذولا رأي بالتالي هذا بالرجال يوثقون هلائك الرجال أصحاب الإجماع أو لا يوثقوهم هذا شيء آخر يعني بحث الرجالي يسموه وفي الأحاديث أنه هاي الأحاديث بيها دليل ما بيها دليل يعني بيها معنى أو تدل على شيء أو ما تدل على شيء فيصبح بحث اجتهادي وأيضا قلنا أنه الاستخدام العقلي أنه العقل حجة أو لا مو حجة في قضايا عقلية مثلا في تناقض في مسألة فيها تناقض هل نقبل بهذا التناقض أو ما نقبل بهذا التناقض يعني العقل نقبل به ولا ساعة نقبل بالعقل وساعة ما نقبل بالعقل ساعة نقول لا العقل هو أساس الكلام هو أساس المعرفة وأساس الاستدال أدنى ولما نجي نحسر في زاوية معينة نقول لا لا العقل خليه على صفحة ما يمكن نستخدم العقل في الدين نضرب العقل ثم الالتزام بالمنهج الظاهري يعني في منهجين في قراءة التاريخ عند الشيعة في منهج ظاهري أقوال الأئمة سيغتهم أعمالهم مواقفهم أقوالهم الظاهرية حياتهم الظاهرية هذه حجة ولا مو حجة أو لا أكو تفسير باطني يسموه تحت الستارة التقية ما إلا علاقة بموضوع التقية تحت الستارة التقية نجي نفسر سيرة الأئمة مقلوبة بالعكس نجي نفسر مواقفهم نجي نفسر أقوالهم نجي إنسان مات نقول لا ما مات هذا التفسير باطني يصير إنسان ما موجود ما مولود نقول لا أولد هذا الإنسان ما قدنا أي دليل بس منهج باطني سرًا هذا مولود مثلاً أو سرًا هذا هرب من السجن سرًا هذا ما مات اختفى هذا يسموه منهج باطني فنحن لا بد لأي محاور يريد أن يصل بالحوار إلى نتيجة مثمرة أن يلتزم مسبقاً حتى اللي دوخنا هواية نضيع وقتنا بجدالات وأستعراض عضلات وكذا وبعدها ما رح نصل إلى نتيجة ثم لابد من تحديد الموضوع موضوع موضوع يعني إحنا خلال ساعة مثلاً ما يمكن نبحث كل المواضيع ولذلك أنا قدمت خلاصة فكرية أربع خمسة طور قلت أنه أنت رأيك بهذا شنو قل لي يجاوب على هالنقاط وبنبدأ منها هنا على الحديث وواحد يعطي رأيها ثم طبعاً التحديث التفكير الشمولي يعني لما نريد نسوي نظرية أو نكون في الفكرة معينة ما نأخذ حديث واحد وحديثين وثلاثة ونسوي نظرية لازم نكمل كلام كله من أولى إلى آخرى كل فقرات النظرية يعني مثلاً سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه ينتقد نظرية الشورى يقول نظرية الشورى باطلة ليش باطلة لأنه الإسلام ما نبين تفاصيل نظرية الشورى من يستشير من يشار من له الحق بالمشاركة كيفية الحكم تفاصيل كثيرة في نظرية الشورى ما موجودة الإسلام ما نبينها فإذا نظرية الشورى باطلة طيب نظرية الإمامة نفس الشيء إذا قلنا نظرية الإمامة هل فصل الله تعالى أو النبي بتفاصيلها مثلاً نقطة نقطة هناك فقرات كثيرة نظرية في الإمامة كل إمام وشلون صار إمام هذا البحث مستقل بحد ذاتي فنبحث كل الأمور حتى نصل إلى نتيجة نرى النظرية صحيحة يعني منتجة وقوية له كلمتين ثلاثة وتوقف نصف الطريق وبعد خلص تخلص النظرية فما يمكن إحنا نستمر هكذا فلازم واحد اللي يجد يجتهد ويبحث يبحث في كل الأمور وطبعاً نقطة أخيرة هي الأخلاق الإسلامية يعني مسبقاً واحد يدخل بالحوار حتى يبحث عن الحق وإذا ظهر الحق يلتزم بي ويعلنه يقول أنا هذا موقفي وصحيح أنت أنا كنت مخطئ وموقفك صحيح بهذه طريقة يمكن يكون حوار إيجابي أما واحد هو أساسي أن يريد يلحمك وريد يسقطك وريد يكسرك وريد يحطمك وريد يبرز قدام جماعتك والله أنا حاورت فلان دائماً يجون الأخوة يشوفون يذكرون أو عالم سبطني يرد عليك وكتابك هو أساسي ما قارن الكتاب لا يدرج كاتب الكتاب فباحث عرض العضلات يمكن يجي عالم سبطني لي يعرض عضلات أنا رديتها على أحمد الكاتب طيب إشتش رديت إشتش رديت إشتش رديت من الكتابة تصبح ما قارن كتابي هو يقول أنا ما قارن كتابك مثلاً وأنا رديتها عليك فشينو هالرد هذا قيمته؟ فالرد هاي يسموه عرض عضلات الله يرحم عالم سبطني لي عرض عضلاته وهو يقول لك أنا ألتزم بالمنهج الأخباري بصراحة يأكد أني عندي حلقة خاصة عنه وكتبت ونشرت من قديم في أدة طبعات من كتابي حوارات أحمد الكاتب أنه في ناس يجيوك يقول لك أنا ما أؤمن بالمنهج يعني التحقيق في الروايات وقلم الرجال وأصلاً ما أؤمن بها طيب شون تتحاوروا إياه أنت هذا؟ هو مسبق أن يقول لك أنا الرجال كلهم دون ثقات والكتب كلها صحيحة مش ما ينقل لك رواية لأنها صحيحة صحيحة فإذا هو واحد أخباري وما يقبل ما يقبل يجتهد في علم الرجال ولا يجتهد في التاريخ ولا يجتهد في الروايات إيشلون تتحاوروا وين توصلوا إياه ما توصلوا لأي نتيجة فمنظل يعني يعني صارع عبثي يكون وفي الحقيقة يعني شيخ الحميداوي أنا قبل كم سنة كنت معلق تعليق على صفحة الشيخ طالب السنجري قلت أن الشيخ السيد محمد باقر الصدر رحمة الله على الله لن يبحث موضوع إيمان المهدي بحثا دقيقا مجرد يعني مقدم مكاتب لكتاب السيد محمد الصدر حول غيبة كبرى وغيبة الصغرى ويقول أنه ذول النواب الأربعة إحنا نعتمد عليهم ومعقول يتشذبون فإحنا نصدقهم قلت أنه ما بحث أنذر النواب الأربعة فعلا صادقين ولا كاذبين دجالين وإحنا نعتمد على كلامهم صار عندنا حوار حوار يعني تعليق بسيط وجر الحوار إلى عدة يعني تعليقات تعليقات أخرى وما وصل إلى نتيجة لأنه كان يجيب روايات أن هذه صحيحة وهاي كده وصارت شوية يعني فخلال هذه العشرين سنة الماضية كتبوا كتب كثيرا وناسوا صدوا على أساس الرد على كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى هؤلاء البقية الإمام المهدي حقيقة تاريخية أنفرضية فلسفية وكثير منها تأجى وبحثوا نقطة معينة بحثوا جانب معين بحثوا أشياءها مشية مثلا سيد سامي البدري ولا غيره يعني أبحاث من هنا وهناك وما دخله في صلب الموضوع حقيقة الكتاب اللي أنا أحترمه ويعني أقدره وهو أفضل كتاب في الرد علي وطبعا لم ينجح في الرد وإنما هو أقوى رد وأشمل رد وأوسع رد وبشيء يعني يبدو لجنة أو واحد هو بتأبان ويستشير آخرين وكاتب الكتاب هذا اللي صدر عن مكتبة مركز الأبحاث العقائدية اللي تابع السيد السستاني الإمام المهدي في الفكر الإسلامي إذا واحد يريد يقرأ رد محترم فليقرأ هذا الكتاب أنا أدلكم عليه والبقية يريد أخرى كلها يعني مع احترامي لأصحابه يعني تصويت كلام كثير يعني فالأخي الحميداوي يعني إذا يريد يناقشني مناقشة جدية يقرأ الكتاب ونقطع ونقطع بالكتاب يريد عليها بكتاب كتاب موثق ويجيب إلى هذا يعني كل فكرة الأفكار الرئيسية يأخذها ويجاوب عليها ويناقشها ويثبت ليفد نظرية معينة إذا هو يقدر يثبت أما أنه يجي تحدي إعلامي يعني أن أناظرك ومثلا تحاور بلاقي يعني وسعنا يعني الباب مفتوح وباب الحوار مفتوح وهذا شيخ حسين الغزوق المياحي يكتب وأحيانا يعلق عليه وهو يرد عليه ويرد عليه ويرد عليه يعني خلفية معينة في الموضوع تفضل هذا الكتاب موجود يمك وموه أي وقتا أخذه وناقش به الأفكار فكرة فكرة وتعال ناق أما تعال في أي نقطة تريد طبع منين نبدأ يعني أنا عندي مواضيع رئية كثيرة بأي نقطة تتحاور ويايا مثل الشيخ علي القرآن يا الله يحفظ أيام زمان إجي بقناة المستقلة تصل بالتليفون أنه أنا يرد عليه فقال له صاحب المستقلة محمد الهاشم يقال له ليش تتبقوا مترو تعال تفضل هنا بالستوديو وتناقش ويا إجي إجي ومسلح كثير ناس أيضا يعني يكتبوله فاكسات وكذا ورسائل وقعدنا سبوعا وما تكلم أي كلام ما أرد أي شيء لون يبدأ من الله والنبي والإمام وكذا ولون يبدأ قلت له يا بقى انت خلاصة ما تريد تقول حتى في يوم الأيام في آخر أيام الحوار قلت له أنا اليوم ما راح أتكلم أنا عندي أسئلة أطرحتها وأنت تجاوب الناس عندك شي دليل تثبت به وجود ولد الإمام الحسن العسكر يتفضل عرضه وأنا ما راح أتكلم اليوم أبدا كل الوقت إليك ساعتين أنت تفضل أخذ راحتك بين ما قبل لتكلم ثم يوم آخر آخر يوم قال أعطيني اليوم الوقت كل إلي قلت له لا ما يصير أنت تتكلم نص ساعة وأنا أتكلم بعدين ساعة أنا أعلق على كلامك أو موصر آخر شي يعني تستغفلني وتروح لا تفضل تحاول وما قبل أتكلم فالشيخ نحمداوي شون عندك جديد؟ أخذ الكتاب أدرسه أقراه رد علي تقول أني قاري ودارس الكتاب وأنتك في مكتبتك كما تفضلت في حوار سابق طيب سجل نقاط رئيسية وجاوبه ونجاوبك بعدين ناقشك حتى حوار يصير منتج أما ذاتي الحوار مفتوح لا مفتوح معك تفضل أي شيء تسأل أي شيء تقول الحوار سيكون سريع ما سيكون شامل وجدي وواسع ومعمق فهذا جوابي الأخوة قلت سأحطين إعلان أنه مناظرة بين فلان وفلان أهل وسهلا مفتوح الحوار لأي واحد يعلق ويقول إذا نبدأ بعض الأسئلة نأخذها من الأخوة السابقين في الأيام الماضية أو نشوف إذا كان في بعض الأسئلة أرجو عدم الاتصال المباشر لأنه يشوش على الصفحة وما نقدر أشوف بقية الأخوة فرجاء الأخوة اللي يسمعون الآن ليه يتسلم مباشرة فقط يقول نوفل الجزيري فقط حالة خلافة المعالي وهي حالة شاذة في التاريخ كان اختيار جماهيري من النقاط اللي بحثناه اليوم مع الشيخ حسين المياحي أنه هو يقول وسألني عدد السؤال حول تجربة الخلفاء الراشدين الأربعة أنه ما كان فيه شورى وبالتالي نظريت الشورى باطلة وهذا في منطق غريب يعني الآن في أنظمة ديمقراطية بالعالم إذا كان نظام ديمقراطي فاشل في مكان أو سونا في بلد معين لا يعني أن الديمقراطية صارت فاشلة والديمقراطية لازم نتخلى عنها ونجيب نظام عسكري مثلاً فشل ما كان فيه دستور عند الصحابة صحابك فوجئوا وفات الرسول سواء الله سعى المعلي الرسول توفى ولم يتحدث عن نظام سياسي أبداً لا بالقرآن ولا هو تركونا إسا من مسألة الشيعة يقنون أي نوع معلي لا خلوا هذا على صفحة أنه ما كان فيه نظام سياسي الأنصار بادروا قبل ما يجي النبي كانوا يقومون تاج إلى زعيمهم عبدالله ابن أبي حتى يتوجه ملك إجى النبي وهذا بعد خلص تنازل عن السلطة أو راحت السلطة من عنده لما توفى النبي سعد ابن عبادة والأنصار والخزرج قاعدوا وقالوا خلنا ننتخب واحد ملك علينا أو أمير أو زعيم مثلاً المهاجرين سمعوا أو بكر وأمر وأبو أبيد إجوا وقالوا لا شلون أنتوا قاعد تسوون أمير لكم لازم الإمارة تكون إنا لأنه العرب ما يقبلون بيكم يقبلون بينا الخلافة في قريش مو فيكم أنتوا واتفقوا بايعوا أبو بكر بالثقيفة وبعدين إجوا للمسجد ما فرضوا بالثقيفة هو باعة الأولية هاي كانت إجوا بالمسجد وانتظروا الناس الناس قاعدوا بالمسجد وبعدين بايعوا أبو بكر المسلمين بايعوا وبقى إمام علي تأخر ستة شورة تقريباً بعدين ما إجوا بايع وانتع الموضوع فصار فيه ثغرات لأنه ما فيه دستور مو واضح من هو ينتخب من هو ما ينتخب من هو يعني أصحاب الشورى من هم وكان يعني فيه بساطة في الحكم في نظام الحكم وكان فيه ثغرات ولذلك بعد 25 سنة نظام الخلافة صار فيه فتنة فتنة لأنه ما فيه دستور وما فيه محكمة تحكم بين الناس محكمة دستورية ما كانوا يعرفون شي هذا فصارت معركة وصارت فتنة وصارت حروب وانهارت تجربة الخلافة واجهوا الأموين سيطروا بالقوة وراحت فإذا فشلت التجربة والجماعة ما عرفوا يطبقون الخلافة بشكل جيد لا يعني أنه هذا المبدأ العقلي الإنساني نلغي الآن كل العالم بعاكلهم يقولون أفضل النظام هو النظام الديمقراطي يعني الحكم يأتي من الشعب خلاصة النظام الديمقراطي هناك أنظمة تختلف كل بلد النظام يختلف عن البلد الآخر ولكن بالنتيجة لا يبنون الحكم من الشعب حتى يكون بعض الملوك لا يتوارثون الحكم يقول الشعب لا يريد من عندنا الشعب ينتخب الملك ويبقى إلا أن يموت ويأتي واحد بمكانة يعني مثل بيعة مثل ما بعض الفقهاء المسلمين أيضا قالوا لازم يبايعوه للخليفة أو للملك فهذا النظام العقلاني هو الموجود من أول يوم ذاك إسلام ترك للناس لعقلهم ولظروفهم لظروفهم في كل زمان ومكان يقعدون يتفكون ويسوون في النظام بيناتهم هذا الشيء المعقول طيب لا يوجد غيره يعني نحن نظريتين لوح الحكم للناس بالشورى يعني هم ينتخبون ولا الله يعايننا إمام كلهم مثل ما يعاين الأنبياء طيب هذه النظرية وصلت لطريق مسدود وانتهد ولم يبقى بالساحة بحلبة المصارعة إلا النظام الشورى اللي نحن الآن الشيعة نطبقها قبل غيرنا وأكثر من غيرنا السنة والسلفية بالسعودية والخليج ما يطبقوا النظام الشورى ولا عدم انتخابات بينما الشيعة بإيران وبالعراق وبكل مكان هم مشاركين بالعمليات السياسية بالشورى يعني أدهم أحزاب تعبر عن نفسهم فدائما يعني مع الأسف طبعا ملاحظة أخيرة على الحوار يعني بعض الأخوة اللي صدوا الحوار وكذا يفقدون عصابهم يبدأون يعني يستخدمون كلمات نابية ومو متناسبهم متناسب أمائمهم أيضا يعني ما يش نتحدث إيا لو واحد من فعله صحي العصبي وبدأ يسيبه يشتم شلون تتحوروا إياه غريب مهدي يقول هل على الإنسان أن يبحث ويدرس جميع الأديان حتى يختار الدين الذي سوف يعتقد أم عليه أن يبقى ويقلت ويعتقد الدين الذي وجده عليه أهله طبعا لازم كل العلماء يقولون ما يصير واحد يقلت بالدين لازم واحد يجتهد ويفكر ويدرس وشوف شنو الصح شنو الخطأ ولا إذا قلنا كل واحد يجوز ليقلت فكل أتباع الأديان معذرين عند الله طيب أنا أخذ بعض الأسئلة حتى وعدنا الأصدقاء قديما ولا نخل بوعدنا أحمد صباح كاظم يقول الوثوق بصحة صدور الرسائل الصادرة عن الإمام مهدي جاء بعد الوثوق بالنواب الأربعة فكل ما قاله الكاتب من إدعائهم لبعض الرسائل غير مقبول بعد الوثوق التام بهم فمثلا الشيخ الطوسي يقول أن عثمان بن سعيد العمري جليل القدر ثقة وكيله عليه السلام يعني كان وكيل وكذلك يقطع أو يقول عن محمد وأبيه وكيلان من جهة صاحب الزمان ولهما منزلة جليلة عند الطائفة فهذا يشوفوا صار الدور هنا هم سابقا موثقين وبقوا موثقين حتى بعد حياتهم هذا مستحيل واحد يجي يعلم الغيب اللي يعلم الغيب حتى يقول لأن أصحاب النبي ليس ما نقول ليس بعض المتطرفين من الإمامية يقول أصحاب رسول الله ارتدوا بعد وفاته آيات قرآنية تمدحهم يقول ذلك كذا وكذا هذا كله راح أصحاب الإمام الكاظم كلهم وقفوا عليه وارتدوا وانقلبوا وصاروا مزيني بس هذا الشخص اللي افترض عنده مدح من الإمام الهادي الهو العسكري على قولهم يعني ويبقى خوشة عدمي هذا وثقة وجليل وكذا الشيخ الطوسي لما يمدحه لأن هذا من جماعته من نفس الفكرة نفس الخط مؤمن بما يقول فمدحه مدليل لاحظوا هذا اللي نقول أنه لازم واحد يشتهد يعني هذا المدح هذا من نفس الجماعة ما معتبر إذا استنعجوا وقالوا البخاري كتاب صحيح الشيعة يقبلون من أدهم؟ أو قالوا أبو هريرة صادق الشيعة يقبلون؟ ما يقبلون فإذا الشيخ الطوسي أو الشيخ المفيد أو الصدوق أو أي واحد من أتباع المذهب الاثنى عشري أو الإمامي قال والله هذا أتبعنا مساعدة خوشة عدمي وثقة وجليل هذا كلامه ما يمشي مو صحيح يعني ما يمكن نأخذه لأنه هذا من أتباعه أنه واحد يقول أكو واحد ما أدري منهم قال عن هذا ثقة الذهبي قال أنه خوشة عدمي الذهبي وراء مئات السنين إجاء يقول ثقة على أي نساس يعني عندما نبحث نقلد الذهبي يعني إحنا أيضا لو نبحث فيه ونشوف هذا كلامه فعلا صحيح أو لم صحيح لأنه النواب اللي دعوا النيابة العامة عن الإمام المهدي وقالوا هو موجود أكثر من 20 واحد كانوا وكلهم جماعاتنا يقولون هؤلاء كذبين دجالين كلهم وهم كلهم أتباع الإمام العسكري وقدم روايات بوثاقتهم وعلاقتهم مع الإمام هم يجيبون روايات نفسهم فلماذا نحن نصدق ذلك ونصدق ذلك يقول لك ذلك أدم معاجز وأدم المغيب لذلك نحن صدقناهم كما يقول الشيخ الطوسي طيب ذلك هؤلاء 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 كانوا يجيبون معاجز والمغيب وكنفس الشيء لماذا نصدق ذلك ونكذب ذلك فما هو الدليل فهؤلاء كلهم دجالين وماكن شيء وراهم بأدلة أخرى نثبت أنه هم كان يدعون أشياء بالسر وبالمنهج الباطني الذي نرفضه من البداية أنه منهج باطني ما فيه منهج ظاهر يناخذ به أما واحد يقول لي منهج باطني ويجيب لي قصص هذا ما يمكن نقبل به من شكل عقيدة ودين وسياسة الزيدي الحياوي يقول الأحاديث عن الرسول والأئمة عن أمير المؤمنين من أمير المؤمنين إلى العسكري كلها تقول بأن هناك يولد للإمام العسكري ولد اسمه محمد وكلهم بشروا به وتوجد المئات من الروايات تؤكد ذلك هنا أيضا أدنى حديث أن هاي الروايات واحد يجب أن أدى شوية خبرة حتى يدرسها ولا مو بشكل يجيب يجيب صفة روايات أن هاي الروايات متى خلقت متى صنعت هل كانت في البداية ولا ما كانت نبحث بالتاريخ نشوف أن كل هالكلام هذا الشياء كان يقرفوه في زمان العسكري وبعد وفات العسكري لماذا إذا احتاروا؟ لماذا تفرقوا 14 فرقة؟ وصاروا يبحثون ويسألون ويحققون وما لقوا نتيجة واحتاروا وصاروا العصر وسموه عصر الحيرة لأنه ما كان في شيء واضح إذا مثل ما تقول يا أخ زيدي الحياوي كل شيء واضح والنبي بشر وأحاديث موجودة لماذا لعدد الشيعة العسكري ما عرفوها؟ شوف مو واحد لازم يقارن بالأحاديث حتى يكتشف أن هذا حديث مختلقة في فترة معينة أو كانت من زمن النبي مثل حديث 12 يقول لك النبي قال حديث 12 لماذا الشيعة خلال علماء الشيعة فقهاءهم متكلمونهم وكبارهم ومعامتهم وخاصتهم لم يكن يعرفون الإمام بعد الإمام من هو كل الإمام لذلك كان يسألون من هو بعدك؟ أحيانا يقول أحيانا لا يقول الإمام فإذاً وجود قائمة النبي أسماعي الأمام 12 هذه فسطورة ما إلى حقيقة يعني واحد لما يقارن يفتهم ويكتشف أنه الفكرة ولدت في القرن الرابع الهجري وصرقوها من السنة جابوها من السنة وركبوها وقسقصوها وشذبوها وهذبوها وسووها نظرية عقيدة 12 عشرية وإلا ما كانت موجودة لا أحد من الشياء يعرفها ولا من الأئمة قال بيها فهذه الاجتهاد هنا في نقد الروايات ومقارنتها وبالتاريخ وبالروايات أخرى وبالقرآن وباللهذا حتى نقدر نفتهم لا تجيب لي روايات باطنية سرية الإمام الكاظم هم اللي نقلوا إمامته هشام السالم الجواليقي ومؤمن الطاق والجماع يقولون هو ما كان يتحدث ما كان يقول عن إمام وسررا يقول لنا إحنا فقط سرا ما يمكن نقبل إحنا شيء سرا هذا يسمى منهج باطني فإذا أنتوا قاعدت تخترقون روايات على الإمام الكاظم تعترفون في نفس الرواية أن الإمام الكاظم ما كان يدعي الإمامة وفي نفس الوقت تنسبون إله وهذا منهج باطني نرفضه في التفكير لذلك أنا قلت منهجيتنا في البحث يجب أن تتوضح يا شيخ محمد الحميداوي مو يشكل نبحث خلين نوضح مسبقا منهجنا في التفكير والبحث والاجتهاد نأخذ الأشياء البطنية والأشياء الظاهرية علي العبدالله يقول أنا مأمور من رسول الله باتباع الكتاب والأترة كي لا أعظل طيب بس شنو الأترة من الأترة هم يعني كتاب الله معلوم واضح الأترة تقدر تحدد لياهم من هم وشلون واحد واحد تحدد لياهم محمد سعيد أو سعدون الدينيناوي يقول أنت تقييس على ظاهر القرآن وظاهر الروايات وتقبل التي توافق عقلك وترفض التي تخالف رأيك ومنها روايات عن إمام مهدي والإمامة والعصمة ما هو هذا البحث هنا الاجتهاد هنا لا يجب أن يجتهد حتى يقدر يميز أن هذه الرواية صحيحة أم خاطئة هذه الفكرة صحيحة أم خاطئة تحتاج الاجتهاد وليس شكل كيفي مزاجي ليس شكل مزاجي بلندار مغاني حسين أغاناميدي يقول يا أخوان ليس نحن العراقيين من يطرح رأي مخالف لمعتقداتنا سواء الدينية أو السياسية ننتفظ ونشعر بالإهانة ونبدأ بتكفير المقابل إذا الرأي ديني أو بتخوينه إذا الرأي سياسي بدل ما نستمع للمقابل ونرد عليه حجة بحجة وبدون مراوغة وباحترام علنا نستفيد من الرأي المعاكس ما شفت أي رد حجة بحجة من الأخوة المعارضين لأخ الكاتب الذي لا أعرفه ولكن هو طرح رأي وأسنده بأدلة قابلوه بالمثل يعني بالتالي شكرا لك يا أخ احنا نحتاج يعني على مستوى من البحث العلمي حتى يمكن نوصل إلى نتيجة والمشكلة لأنه علماءنا كبارنا مراجعنا ما كان يبحثون في هذه الأمور لذلك تصير مسألة يعني مفاجئة لهم وغريبة وجديدة وعالم مثل سيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه مرجع وباحث وكاتب مألف أكثر من ألف كتاب وبالتالي عندما تسأله هل بحثت موضوع المهدي؟ يقول لك لا ما بحثه هل قرأت فيه كتابا؟ يقول لك نعم قرأته ولكن لم أبحث بارك الله فيك رحمة الله عليك كان صريح وكان شجاع أن يقول بهذا الكلام بقيت العلماء أن تسألهم هل بحثتم؟ هل درستم؟ هل حققتم؟ هل اجتهدتم؟ أصلا ممنوع تجتهد كما يقول السيد محمد سعيد الحكيم مثلا الآن وغيره كلنا مع نفس الشيء يعني بهالطريقة ما يرفضون الاقتراب من الموضوع محمد أحمد يبحث موضوع بعيد عن موضوعنا يعني لنبحث الآن في موضوع خاص هو الفكر السياسي الإسلامي وبالذات الفكر السياسي الشيعي نوفل الجزيري يقول إلغاء الإمامة هو إلغاء للتاريخ الشيعي المضمخ بالدماء المسألة ليست كلمات منمقة شيء بديهي كانت الإمامة لا يحتاج أن يقول الإمام عن نفسه عن الإمام يعني منهج باطلي بديهي الإمام يقول لي أنا مو إمام وأنت تقول غصبا عنك أنت إمام ومو بس إمام أنت إمام من الله كمان وأنت إمام معصوم وعندك كذا وينزل عليك الملائكة وكل هالأقوال الغلات ونفس الشيء كان الغلات يعني يدعون أن الأئمة يقولون إحنا آليها أو أنصاف آليها ثلاثة أربع آليها وهذا الإمام ما يقول لأنه يخاف يقول الكلام تقيد يسوي فميس أنت تنسب إلى ناس نظريات وأقوال هما ما تبنيها علنا لازم تأخذ المنهج العلني المنهج الظاهري وهذا حجة بينك وبين الله المنهج السري الله ما يحاسبك عليه ولا أي عاقل يحاسبك عليه أنت ماذا تقول نسوي لك يعني تقدر تعرف الإمامة أولاً الإمامة يعني نظام الحكم يعني الخلافة الإمامة يعني الرئاسة الزعامة وإحنا أدنا دين موجود في القرآن الكريم وأدنا شريعة النبي محمد خاتم الأنبياء بعد ما أدنا أضعف اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا خلاص اللي أدنا الآن من يطبق الدين وكيف ننتخب هذا الحاكم وما هي شروطه وما هي مواصفاته هذا الكلام عن الإمامة فالإمامة البعض قالوا يكفي واحد يكون فقيه عادل أو إنسان عادل يطبق الدين وناس يجوا وقالوا الإمامية قالوا لا لازم يكون معصوم من الله ومعين مقبل الله وطبعا هم قالوا في النظرية بس ما قدروا يمشوها ما قدروا يعني ينفذوها ويسوقوها لأن بسرعة عثرت النظرية ووقعت سقطت انهارت يعني الإمام علي انتخبوا الناس وقالوا أحاديث بفضله من النبي والإمام الحسن انتخبوا الناس وصار إمام والإمام الحسن انتخبوا الناس وبايعوه أهل الكوفة وبايعوا مسلم بن عقيل بن يابع الإمام طيب وبعد إمام الحسن محمد بن حنفي صار إمام الشيعة وابنه أبو هاشم أعظم إمه الشيعة في النصف الثاني من القرن الأول إجاء الإمام زالعبدين يقول أنا مو إمام مسكر باب وقاعد بالبيت ما يقبل التكب أحد أصلا ما كان الدعي أصلا حتى إمامة سياسية عادية ما كان الدعي فضلا عن إمامة إلهية وأنه معين من قبل الله أصلا ما عند أي نص في الموضوع طيب كيف تثبت أن هذا زالعبدين إمام معصوم معين من قبل الله والإمامة في ذريته واحد بعد واحد حتى تصير حتى تستمر الباقر والصادق والكاثم حسب نظرية الإمامة أول شيء أثبت إمامة زالعبدين من الله ما هناك لا نص ولا أوصية كل العلماء يقولون كل الأحاديث عن الباقر والصادق أنه الحسيني ما أوصى إلا في كربلاء الإمامة بيه كان يموت مريض كل شيء كان ميؤوس من عنده طيب كيف الدليل على إمامتي يقولون الحجر الأسود تتكلم سلام علي بالإمامة بلسان عربي مفصيح السلام عليك يا علي بن حسين هذه الأسطورة فما يمكن نبني عقيدة ونظرية سياسية أو دينية على أسطورة أحد يقول ما أسطورة هاي القصة مون يصدقها لمنعتكم خلي رفع إذا خلي كتب لي واحد أنت تشوف مون مصدق هذه الأسطورة أن الحجر الأسود تتكلم للإمام زين العابدين وأنشأ الإمامة هو الحجر الأسود لأنه محمد ما تكلم للإمام علي ما تكلم فشلون يجي تكلم زين العابدين فهذا أقاويل الأغلاط والمخرفين يعني مو شيء ديني هذا ولا شيء إسلامي ولا شيء من منطقة الإسلام أنه حجر أسود تتكلم بلسان العربي مفصيح بعد نوفل الجزير يقول لي أنت تخلط بين الإمام والخلافة اليوم كان حديثنا مفصل وتراجع حوارنا مع الشيخ حسين المياحي حول هاي النقطة حتى تعرف أنه نخلط ولا أنت تفصل ولا الشيخ حسين كان يفصل ولا سيد مرتضى عسكري كان يفصل بين الإمام والخلافة لا شيء واحد هي الإمامية عن الخلافة الخلافة عن القيادة عن الزعامة عن الرئاسة عن الإمارة يعني السلطنة وشي سميها هي شيء واحد الحكم لمن؟ الحكم وكيف يأتي الحاكم ومن هو ينتخبه وشو صلاحياته وشقد يبقى وكم سنة هذا اللي الآن بالدستور موجود النظام السياسي لأدنى وأي نظام سياسي في العالم يحدد بالدستور نظام الحكم هذا ما موجود بالإسلام لأن الله تحدث عننا ولا نبي محمد ما موجود بالقرآن لذلك ترك الله للناس لذلك مسألة السياسة يقول مسألة أرفية مسألة مدنية مسألة عادية مو مسألة دينية وهذا بحث طويل أدت مرات ناقشنا الآن أخذ خلف عزيز يقول تعليقا على حديثنا عن الديمقراطية في إيران يقول الولي الفقيه أو النظام الولي الفقيه يقصد لا يمتوا بالديمقراطية أو لا يمتوا إلا الديمقراطية بشيء أو بصلة فهو مجرد نائب للإمام الغائب مكلف بتطبيق ما يشاع أن الإمام الغائب يريده ولا يملك أحدهم بالخروج على هذا الأمر وعلى ولي الفقيه أن يقمع كل ما يتناقض مع هذه الأفكار والممارسات أين الديمقراطية؟ يعني هذا مثل حديثنا عن الخلفاء الراشدين أنه كان ديمقراطية كان خلافة شورى أو ما كان شورى وأكو ديمقراطية بإيران أو ما أكو ديمقراطية بإيران الحقيقة هناك نظام ديمقراطي الدستور فيه الدستور يحدد أن السلطة من الشعب والدستور كل الشعب الإيراني صوت عليه مرتين، ليس مرة واحدة يعني تسعة وسبعين وتسعة وثمانين أن النظام الحكومي ينبثق من الناس من الشعب عبر انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة وانتخابات للقائد بصورة غير مباشرة عبر انتخاب مجلس الخبراء ثمانين واحد إذا ولا ينتخبون القائد عنده وفاة القائد السابق فهذا هو النظام الديمقراطي الآن تجاه التطبيق يمكن يصير شوية زيادة نقصان شوية مثلا عنف شوية تجاوز القانون مجلس سيانة الدستور ما يرشح جماعي يجيب جماعي ودي جماعي يصير لعب بهذا النظام هذا ممكن وهذا موجود فعلا ولكن النظام نظرية النظام نظرية النظام بالدستور الإيراني لا يوجد كلام من هذا القبيل أن القائد نائب الإمام لا ما موجود بالدستور أنا عندي دراسة كاملة عن الدستور الإيراني ويقول القائد ينتخب ويحاسب أيضا إذا كان يحاسب ويغير ويشتبدل ويمكن يعني يسقطوه مجلس الخبراء إذا كل ستة الشهور يقعد ويقيم أعمال المرشد إذا شاهده يمشي عدل أو ناضج أو محافظ على عقله قد يكون واحد كبير بالعمر يخرف كما بعض الملؤك مثلا أنه بعده كامل رشدة كامل وعية متقي محافظ على تقوى أو مثلا صار ظالم أو صار فاسد أو صار شيء هذا ممكن هو ممعصوم فمجلس الخبراء هو الذي يقيم حالة المرشد من ناحية العقلية ومن ناحية الإيمانية أنه عادل ولا مو عادل اللي نشترط فيه يكون عادل فهذا موجود النظام قايم على فكرة ديمقراطية فكرة أن الحكم من الشعب فكرة الشورى يعني فإذا ما نستشكل على بعض الإجراءات في كل نظام ديمقراطي بالعالم أيضا يمكن أن تأخذ عندك إشكالات النظام الديمقراطي في بريطانيا هناك كلام عن دور المال عن دور الإعلام عن دور الحكومة الخفية والعميقة مثلا باللعب بالعواطف الناس هذا أيضا موجود النظام الأمريكي نفس الشيء لكن النظام أقيدته وفكرته أن الحكم يأتي من الشعب ليس أنه يأتي من السماء البابا يعين واحد مثلا لا فهذا الفرق وكذلك في العراق اليوم أدنى النظام الديمقراطي ولكن بالتطبيق أكو خلل وأكو أخطاء هذا صحيح ولكن فكرة النظام تقوم على أن الحكم ينتخب الحاكم ينتخب من الشعب والحكم يعود إلى الشعب ومن حق الشعب وهو الشعب اللي يغير وهو اللي ينتخب فهذه هي نظرية الشورى نصير المهدي وهذا أخ عزيز وصديق وجارنا من زمان 25 سنة يقول الكاتب يريد أن يهدم مفهوم النص والإمامة عند الشيعة من خلال إعلان شأن أمر وهمي مفتعل آخر وهو الشورى في الإسلام ولكنه يعجز عن إثبات وجود الشورى في الإسلام أنا ما قلت الإسلام وضع نظام الشورى قلت النظام الشورى مترك للناس والشورى مسألة مدنية مو مسألة دينية مسألة قرفية عقلية عقلية مو حتى لو ما بها أي آية ولا أي حديث أن العقل يحكم أن إحنا أحرار والحاكم ميجي شون يسيطر علينا إلا إحنا نتنازل عن نسبة من حريتنا وحقوقنا ونطيها حتى يدير شؤوننا كلنا فهذه فكرة الشورى هي فمو كسط أثبات وجود الشورى في الإسلام أمرهم شورى بينهم خلوها على صفحة ما بيها دلعلة مثلا وشاورهم بالآمر هم هاي آية مختصة بالنبي بس المبدع العام أن الناس أحرار الله تركهم ما كوسة عليهم ليش إحنا يعني يعني شو يسوون هم الناس قاعدوا وقالوا أخطأوا فشلوا ما عرفوا شون يسوون ذاك النظام في السابق الآن يقعدون في مجلس تأسيسي ويكتبون تفاصيل هذا النظام ويسج ويعرضو على الناس للتصويت العام ثم يطبقوا إذن فصار ممكن يعني ليت الكاتب يستطيع يواصل الأخ نصير المهدي ليت الكاتب يستطيع أن يحدد مفهوم الشرى في الإسلام قلت لك أنا مو من الإسلام من العقل قبول الشيعة الفقهي بآليات الديمقراطية سواء في إيران أو العراق أو أي مكان آخر هو تكيف سياسي مع واقع تفرضه تبدلات الأزمنة والأمكنة وما عدا ذلك فكل ما قاله الشيخ أحمد الكاتب منذ سنوات وإلى اليوم يعبر عن تمنياته لا عن وجود حقيقي فكري أو سلوكي في الإسلام فلم يحدث قط أن اختار المسلمون حاكمهم إلا مرة واحدة هي اختيار إمام علي ثم غير ذلك فلا دسائس الصراع على السلطة وسيطرة عليها بالقوة وفرض الحاكم بالقوة على الناس هذا اللي موجود بتاريخنا الكاتب سيعجز عن البعث هذه الأفكار ثوب الدين أو أي متى من آخر أنا يا أخي العزيز أنا مالد ألبس شورى ثوب الدين أقول لك هذه بعيدة عن الدين خارج عن إطار الدين الشورى النظام السياسي نظام مدني نظام مدني من أول يوم وليس من الآن والنظام الديني هذا وهم فأنا مو أن أسقط النظام الشيعي مثل ما قال أنه يحاول أن يهدم مفهوم النص وهو ما موجود حتى أهدم أنا مفهوم النص والإمامة من 1200 سنة على الأقل ما موجود فأنا هو منسحب من الحياة منسحب من المنافسة شيء الوحيد الباقي اللي احنا كنا غافلين عنا ألف سنة هو نظام الشورى احنا كنا نايمين نمتظر الإمام المهدي مع أي من قبل الله اللي ما أجعنا حتى الآن فأعتقد فيه التباس في فهم كلامي أنا ما أقول نظام الشورى هو موجود بالإسلام أقول الإسلام ترك الأمر للناس علي العودة علي عودة البطاط كأنه هذا عندي علم غيب الأخ يقول لماذا تتحفظ بالكلام عن المرجعية وأنا أعرف أن رأيك بالعلن مخالف بالسر لاحظوا شكال لطيف هذا الكلام أنه هو منهج باطني معي يطبقه يقول أنا أعرف منهجك وبعدين تروح تروي عني روايات يا أخ علي وتقول قال أحمد الكاتب كذا وكذا أنه بسر قلياها أنا لا بسر ولا بلعلن أشلون عرفت أنه عندي أتحفظ بالكلام؟ أنا أحترم المواقف الإيجابية للسيد السلسطاني لإمام الخميني لأي مرجع لأي عامل لأي شيخ صغير حتى إذا قام بعمل إيجابي أنا أحترمه وأحطه على رأسي خاصة إذا كان فيه خط الإصلاح السياسي الإصلاح السياسي وإقامة أنظمة ديمقراطية ليش أقول له لا أنت أخطأت فأنا أحترم أنا ما عندي موقف عداي من أي أحد إنما أنتقد بعض الكلمات أنتقد بعض الأفكار أنتقد بعض المواقف حتى السلسطاني أنتقد أحياناً ببعض الفتوى أو الفتوى عجيبة غريبة أرجوك غيرها مثل بعض الفتوى يغيرها وبعض الفتوى فتوى ما ذي لم يصر عليها لماذا؟ وبحثناها لا أجيب الموضوع هذا فأنت تعرفني لا تعرفني إلا قاعد وياي إلا شايفني إلا شايفك لماذا عرفت أني عندي أفكار يعني سرية وما أحكيها بالعلن هاي نفس الشي القصة اللي كانت زمن لهم يجوا الناس يرون عنهم روايات يقول بسر قلي الإمام هاي صار منهج باطني وما يمكن نعتمد عليه وكل كلامنا صارنا ساعة بحث حنجرة في أقولكم الموقف الباطني خطأ المنهج الباطني خطأ في نظر الأمور أخذوا ظاهر الكلام أخذوا المواقف المعلنة والأقوال المعلنة لا تأخذون أشياء سرية وتفكرون بها وأنتوا تركبون عليه بعدين يمكن تجي أخ علي ما أدري أنت وين تجي تركب عليه نظرية تقول أحمد الكاتب كان يقول كذا وكذا بعدين لا سمح الله الشيخ محمد الحميداوي يقول لدي صفحة مستقلة للحوار مو بهذه الصفحة مالتك ولازمنا بالانتظار وإحنا قلنا لك يا شيخ محمد أكون مبادئ تعلن التزامك فيها حتى يكون الحوار منهجي ومنتج وأنا جبت لك خلاصة لأفكاري أنت تقول رأيك فيها وخل نبدأ من الحوار ذات حزب مو ضروري صفحة كاملة خاصة أحيانا بهاي الساعة أنت تحدث ويجيب أراعك اكتبها وأنا عنقلها وانت علق عليها الوقت قريب يخلص الأخ هترو المحمدي يقول الرسول تحدث عن إكمال الدين وبالتالي مستحيل أن يترك الأمة دون النظام الحكم خيالات خيالات عقلية يسموها مثل النظرية عقلية يعني أنت شنو غصبا عن النبي لازم يجيب لك في الموضوع هو ما يريد تحدث به هو تركه للناس هو في حديث أصلا عن النبي يقول أنا أمركم بأشياء فسووها أنهاكم عن أشياء لسووها وأسكت عن أشياء لا تسألوني عنها أنتوا بالخيار فيها فمن الأشياء اللي سكت عنها النبي وسكت عنها الإسلام تركها للناس لحكمة مو عبثا مو عجزا لأنه قضية هذه تستمر يعني ما يمكن والله يعيني يومية واحد إمام مصير عركة عليه يومية عركة على هذا الإمام مصير كما حدث خلال 200-300 سنة من تاريخ الأئمة وراء كل إمام أبناء اختلفوا على الزعامة والإمامة كل واحد يقول الإمامة إليه فشلون الله يعيني واحد بعد إلا يجيب لملك من السماء ينزل يوقف فيها أقول له هذا هو الإمام وهذا مستحي ما يسوي الله وما سوا يعني عملا فنجي نفترض أنه ما يصير النظام الله أكمل الدين لازم يعين نظام حكم إلا ما عينها ما نفعله إحنا الآن وين أنت عندك نظام حكم وروح طبقه إذا ما عندك روح تأخذ النظام الديمقراطي أحسين شيخ حسين رزوق المياحي تحليقا على مسألة راحة البارحة قلت امتحنوا العلماء في موضوع رد الشمس حتى تعرفون هذا عالم مشتهد لو مو مشتهد أي مشتهد يدعي أنه مرجع ومشتهد اسألوا شون رأيك برد الشمس وقلت إذا جاوبكم اعرفوا هذا مقدار عقله ومقدار علمه فيقل لي إذا كان الأمر هكذا فنحن نمتحنك بموضوع النص على الإمامة فإن أنكرته فلا عقل لك ليس كذلك أو نمتحنك بالوحي فإن آمنت به فلا عقل لك فأي عقل تجريبي يقبل الملائكة والجن والوحي الأشياء اللي ذاكرها بالقرآن لا نحن نقاش بها أمور غيبية أمور حدثت في السابق يعني الله من أن يذكر الجن والملائكة والوحي نحن نؤمن به نحن مسلمين أما عندما يأتي واحد يقول لي الشمس ارتدت وراحت وإجت كم مرة مرتين أو ثلاثة أو ستين مرة على قول فهذا كلام شلون تثبت تتاريخيا أي فكسة من الإسلام ومن الدين شلون تثبت تتاريخيا أو لم أقفلك موجودين الآن يجيبوا لك بدقة ماذا حدث من ملايين السنين في الكرة الأرضية وما سوف يحدث من ملايين السنين أيضا ماذا تتحرك وماذا تدور وماذا يحدث والأبراج وكذا هذه مسائل طبيعية إذا أقلها ليس قاسر لا يفهم هذه الشغلة هذه أشكالية فيها حقيقة مثل كما قلت أنا الذي لا يمكن أن يفهم يأخذ بعض الأحاديث الطائرة أحاديث الأحاد أن الأرض مثلا مسطحة ليس كروية الآن كل العالم يرى الأرض كروية وهو يقول لا لا أدنا حديث أدنا آية فهمة للآية أن الأرض مسطحة وأن الأرض سطحة مثلا يقول لك الأرض مسطحة الأرض يعني مور كل الأرض تقدر تعيش عليها أنت بعدين يأخذ لك الأرض ما تدور حول الشمس الشمس الدور حول الأرض هذا أكو شيء يسمع المفلك إذا أنت ما قادر تفهم هالشيء يعني أكو خلل في دماغك في عقلك مقاصر يعني قاصر فعلا فهو يقول لي شنو تعال أنت نصع الإمامة هذه مثلت نصع الإمامة في خلاف أحاديث تقبلها وما تقبلها ما صارت دين ما صارت في شيء عقلي بعدين يقول لي نحن لا نقبل شروط الحوار هذا ما قلناها الإجتهاد التزام بالقرآن التزام بالعقل التزام بالمنهج الظاهري ليس الباطني والإجتهاد في الحديث وفي الرجال والتزام بأدب الحوار يقول لا نحن لا نقبل دعنا من شروطك فهو يقول بعدين متى أنكر الخمية؟ أسمة الإمام ومتى قال أن ولاية الفقيه بديل عن الإمام؟ أنا ما قلت الخميني قال هذا بديل قلت عملياً هو تخلى عن شرط الأسمة وشرط النص بالتالي هو أصبح حاكم وهو غير معصوم ولا منصوص عليه من الله وهو فقيه عادل فهذه النظرية الآن الجديدة في ولاية الفقيه هي نظرية طرحوها زيدية وطرحوها الإسماعيلية على الشيعة الإمامية في القرن الرابع ورد عليها الشيخ الصدوق والشيخ عبد الرحمن بن كبه ونقل القول ماله في كتابه في مقدمة كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة أنه ولاية الفقيه يعني نجيب حاكم فقيه عادل هذا يتناقض مع دين الإمامية كما يعبر الشيخ الصدوق يقول دين الإمامية يتناقض مع هذا يعني ماذا؟ يعني إحنا إذا نشترط أن الحاكم يجب أن يكون معصوم وتتقول لنا جيبوا نفد واحد رئيس ليس معصوم هذا يصبح تناقض وفعلاً كان هذا التناقض فإذا النظرية الحديثة نظرية والأتفاقية تتناقض مئة بالمئة مع نظرية الإمامة وبالتالي النظام الإيراني الحالي ليس إمامياً وليس إثنى عشرياً بالجوهر ما له بالقشور والطقوس وكذا ما علينا بها نحكي على الجوهر يقول يعني هذا أهم شيء اللي كان في كلامه إلى هنا ونكتفي بهذا الحوار ونشوف إذا كان بعض سؤال هاي هو جاوبنا الآن شيخ حسين الرزوق المياحي يقول كيف تثبت تاريخياً أن البحر انفلق لموسى أو أن أصحاب الكهف ناموا 300 سنة وأكثر أنا ما أثبت تاريخياً يعني هذا القرآن ذكر هذا الشيء خلص أنا أمت بالقرآن وما لا يناقش فيما حدث في التاريخ والله معجزة يمكن يثبت البحر مو فد قضية يعني مثلا النهر يوقفه مو فد مشكلة هذه بس أنه الكون يومية الشمس راجعة يعني هذا معناته الأرض تأخذ بريك قاعد تسير بسرعة ألاف الكلمترات بالساعة تأخذ بريك وترجع لي ورا فكل شيء سيطير من عدها يطير الماء والهوى والريح والأشجار والبشر وما يبقى شيء على وجه الأرض بهذه الطريقة التجرب نفسك إذا قاعد بسيارة تسير بـ 100 كيلو سرعة 100 كيلو أو 120 كيلو وتأخذ بريك شنو يصير؟ كل الناس يطيرون لو ما لابس عزام تطير من السيارة فالأرض لما ترجع هي مو الشمس راجعة هي مو طوبة الشمس بالسماء الأرض هي قاعدة دور وبالتالي إذا راجعت يعني لازم يصير يصير طيران ما يبقى شيء يعني من هذا ففرق بين أنه معجزة واحد ناموا الله يسوه معجزة معاجز كثيرا النبي نوح عمره طويل معجزة النبي عيسى ولد من دون أب معجزة كل ما عاجز نؤمن بها أما هذه مو مذكورة في القرآن يا شيخنا العزيز مساءة رد الشمس هذه مو قضية عقدية دينية حتى تؤمن بها ها قضية تاريخية جاءوا ناس قالوا لك والله الشمس راجعت يوم علي كان رايح ماذا بابل وتأخر عن الصلاة ورجع الشمس بعدين بإيدي هذا كلام يمكن غيم جاي يمكن سحاب وراح بعدين فأنت تؤمن بهالكلام معنات أنه ما تريد تشتهد يعني ما تريد تفكر وتبحث يقول إذا نستخدم العقل فلا يثبت حتى الوحي ليش ما يثبت الوحي يعني شوانا لك أنت صار متدين ومسلم ومعمى ومشيخ وكذا غير أنت أمنت بالله بعقلك وأمنت بعقلك العقل هو الأول شيء الوحي يثبت بالعقل العقل هو أساء الله طعنا النبي الداخلي العقل هو نبي باطن والعقل يقول لنا الله موجود ونعترف بنبوة نبي محمد نشوفه مع جلسة القرآن فنؤمن فإذا العقل هو أولا وأكو أشياء علمية أكو أشياء عقلية وأكو أشياء علمية فما يصير أنت يعني الصدق أي رواية بسرعة هاي الرواية كاذبة أحد في المرة عجوزة عمشة كذا قالت فت كلام شافت الشمس رجاء يمكن صار غيم جاي كذا وهي عسباله غابة الشمس وراح الغيم ورجعت الشمس مرة ثانية فما يمكن تأخذ فت ظاهرة كونية عالمية وما أحد ما شاهدها وما أحد ما قايلها وما أحد ما مسجلها لا قديما ولا حديثا وتصدق بها اشتون يصير يا شيخ العزيز شوية فكر منها الناحية أنه إذا في ظاهرة كونية صايرة لازم كل الناس يشوفوها مو أنه فت وحدة عجوزة تشوفها فهذا الفرق اللي أقول أنه امتحنوا العلماء بسؤال عن رد الشمس أنه هاي الظاهرة كونية ما أحد ما شافها ما أحد ما سجلها ما أحد ما أعرفها والناس كانوا سجلون مو قد مو بعيد هوايا قبل 1400 سنة فتعرفون مستوى الأقلي للباحث وليل المجتهد أنه هذا يجتهد أو بعدها لازم شوية يرتقي بعقله حتى يصير مجتهد الوقت انتهى الآن إذا عندك أسألة أو شيء فشيخ حسين أنا آسف لطريقة الحوار يعني شوية لو سيطر على الأعصاب أيضا شيء أفضل حتى ممكن نستفيد من عندك وإلى هنا شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم وتصبحون على ألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته